بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم النهاردة في الجهاز الهضمي digestive system على الأورال كافتي تجويف الفمي ده عبارة عن space contains teeth والتونغ والأورال يعني الطلاقية المبطنة للفم طيب الفونكشن what is the function of the oral cavity number one introduce الفود to the digestive tract يعني هو اللي بيوصل الطعام للمسار الهضم يعني عن طريق عملية اللي عملية المضغ ممكن تحول القطع الكبيرة القطع صغيرة وترتب الطعام عشان يبقى سهل في عملية البلع تاني حاجة برضو ممكن تقوم بالفم يقوم بعملية testing of food يعني تذوق الطعام الحالة ما تيجي تبص على تجويف الفم هتلاقيه عبارة عن circle أو شكل بيضاوي كده لو خط خط كده يبقى ده عندك الأبر جو وده اللي هو رجو العلوي الفك السوفلي هتلاقي الفك العلوي اللي فوق ده فيه طبعا الأسنان المختلفة نقول عليها الوقتي وكمان فيه roof of the mouse يعني فيه سقف الحلق وسقف الحلق ده عبارة عن جزءين جزء بيبقى أمامي لو خلف الأسنان مباشرة اللي هو hard palette الجزء ده وجزء في نهاية خالص لو بنتهي به العضلات أو اللي هو اليوفلا اللي هو soft palette اللي هو جزء عضلي يبقى secondary palette سقف الحلق السنوي ده عبارة عن hard palette جزء عظمي و soft palette الجزء العضلي اللي بنتهي به اليوفلا اللي هو roof format of anterior front اللي هو الجزء الأمامي اللي هو عبارة عن hard palette اللي هو السقف أو الصفيحة الصلبة وده contens طبعا البول البستيرور أو الجزء اللي هو back palette وده عبارة عن soft palette وده composed of muscles آآ لما تيجي تبص ده قلنا ده هنا نعتبره نصين لو خدت خدت كده بالطول كده هتيجي تبص تلاقي إن ده بقى ده quarter وده بقى quarter وده quarter وده quarter مهم أعوى عشان نعرف ونشوف الأسنان والمعادلة السنية الموجودة في الفم أول حاجة طبعا الانسسرز اتنين اللي هو القواطع والكناين اللي هو الناب واحد والبري مولر اللي هي الدروس الصغيرة أو الضواحك والمولر اللي هي الطواحن دول الثلاثة يعني اتنين واحد اتنين تلاتة اتنين واحد اتنين تلاتة يبقى المجموعة تمانية وتمانية 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 يبقى عندك اتنين وستين اتنين وثلاثين سنة في الإنسان الأدلت يبقى عندي 32 permanent teeth الأسنان الدائمة 32 في الأدلت في البيبي teeth أو 2 years baby عند 20 deciduous أو milk أو baby teeth not enough room in the small mouth for 32 يعني اقول لك ليه هو عنده 20 بس مش 32 لأن لسه طبعا الفم صغير و not enough space to contain 32 يبقى انت عندك الوقت الأسنان وعين اما تكون البيبي أو الملك teeth و permanent teeth دول 20 دول 32 متقسمين زي ما قلتلك والشي شكل السنة يحدد ايه وظيفتها اللي عندك طبعا دي cutting teeth أسنان قاطعة وطبعا زي ما احنا قلنا وقسمنا دي كان الدائرة كده هقسمها بالنص يبقى ده نص وده نص سمها كبان كده يبقى ده كورتر وده كورتر وده كورتر بيسمو كوادراند طيف لو مساكن الكوادراند ده هنلاقي فيه اتنين انسسرز اللي هو two bear كوادراند وده طبعا القواطع لعملية cutting teeth يعني لعملية cutting of the food القطع الطعام الكنين الناب وده one bear كوادراند وده for grabbing لسحب وتمزيق السن الاطعام لانه طبعا بيبقى مدبب كده برضو عددهم يعني اتنين في الرابع برضو للسحب برضو للتمزيق لانه برضو ما زال مدبب شوية لكن الدروس بقى الكبيرة يعني تلاتة في كل رابع يبقى انت عنك اتنين واحد اتنين ثلاتة يبقى المجموع كله دمانية بير كوادراند عندك اربعة كوادراند يبقى عندك سيرتي تو بيرمننت تيز for the adult طبعا المولر طبعا full crushing للتفتيت و الجريندين لطاحن الغزاء التيث يوز لتشو يعني تستخدم عشان عملية مضغ الطعام into pieces small enough to swall عشان تعمل swalling يعملية تعمل بلع الطعام يبقى عايز اسنان تمضغ الطعام each tooth اللي هو كل سنة container of main division اللي هو crown اللي هو ظهر لك اللون الابيض للجزء اللي هو الاعلى ده خالص اعلى اللثة و root الجزر اللي هو منغمس داخل la العظام واللسة بتاعدك الكراون اللي فوق ده هتلاقيه متكون من الانامل العاج وبعدين dentine اللي هو طبعا الداخلية للمينة و داخل السنة هتلاقي فيه bulb اللي هو التجويف اللوب الموجود وطبعا السنة بتبقى متغطية كده من على الجوانب بالجوم اللي هو اللي هو اللي هو داخل بقى الرود هتلاقي فيه الرود كانل قناتين بتوع الدرس او اكتر ماشي فيهم ماشي فيهم الموجودة وطبعا كل السنة بتبقى متثبتة في العظام دي في مادة بتثبت اللي ايه اسنة في الجو او الفك الموجود اللي بيحمل الاسنان يعني كمان بتلاقي فيه الورال كافتي مش بس الاسنان بتلاقي فيه الطنج والطنج اللي هو اللسان خلاص طالما ان فيه طعام ممضوغ بيعمل اللي هو مع اللعاب اللي هو ويكون البولس يبقى البولس دي معناها البلع الغذائي يبقى مين اللي بيعمل ميكسين للفود مع السلافة هو الطنج ليه عشان يعمل بيجهز الطعام لما يوصل لنهاية اللسان لعملية البلع لما يوصل بيجهز الطعام يعني يعني ده ديجرامي يوضح لك اللسان وعملية تقليب الطعام بالصلايفة وحركة الطعام زي ما انت شايف كده للنهاية بتاعت التجوف الفمي لحد ما يوصل في الفيرنكس الفيرنكس اجزاء هننكلم عليهم بعدين اول ما يوصل للفيرنكس يحصل اللي هو رد الفعل العصبي اللي بيساعد في عملية البلع يبقى عندك هنا البولس تكون تبصت اللسان تبدأ البولس هتبدأ تتحرك وتنزل طبعا ما تنزلش في التركية لانه بيحصل لسانه مزمار بيعمل ويمنع دخول المادة الغذائية في المصار الخاطئ ويبقى ما فيش غير مصار واحد هو مصار الاستوفيغس يبدأ الطعام يتحرك عن طريق البرستاليزيس او الحركة الدودية الموجودة يبدأ طبعا من الفيرنكس لحد ما توصل للطعام لنهاية البلعوم ويوصل ليدخل في الاستومة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته